السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله سأشارككم معكم نموذج لفرض المرحلة الرابعة للمستوى الخامس مادة اللغة العربية نبدأ على بركة الله أشكل ما تحته خط في النص أشكل ما تحته خط في النص نقرأ النص ثم نشكل اهتم اهتم الإنسان منذ القدم بال فضاء وعلومه علومه حيث تطورت حيث تطورت أو تطورت هذه العلوم مع الزمن بشكل متدرج إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم إذن اهتم الإنسان منذ القدم بالفضاء وعلومه حيث تطورت هذه العلوم مع الزمن بشكل متدرج إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه فاليوم هو بعد هذه الدراسات المعمقة للفضاء الخارجي وبعد أن تطورت التقنيات بشكل كبير ولافت استطاع العلماء أن يؤكدوا ويضيفوا وينفو بعض الحقائق والمعلومات التي كانت سائدة فيما مضى مما أدى إلى توضيح المجهول وإزالة اللبس والغموض فيما يتعلق بهذا الخلق المعجز عن موقع موضوع على شركة الأنترنت قمنا بشكل ما تحتوي خط أسئلة الفهم أضع عنوان مناسب للنص بالنسبة للنص نستطيع أن نعطيه عناوية مختلفة علوم الفضاء علوم الفضاء علوم الفضاء الإنسان والفضاء نستطيع أن نعطيه أيضا عنوان الإنسان والفضاء السؤال بق بفضل ماذا استطاع العلماء توضيح المجهول وإزالة اللبس والغموض فيما يتعلق بالفضاء أول شيء نقوم به الجواب على السؤال استطاع العلماء توضيح المجهول وإزالة اللبس والغموض فيما يتعلق بالفضاء بفضل الدراسات المعمقة بفضل الدراسات المعمقة للفضاء الخارجي هو الجواب للفضاء الخارجي وتطور تقنيات كل شكل في النص وتطور التقنيات بشكل كبير ولافت تطور تطور المعنى المعنى اعتنى الضد احملة الضد احملة اذن كلمة اهتم النوع فعل المعنى اعتنى الضد احملة تركبها في جملة تركبها في جملة اهتم العلماء اهتم العلماء باكتشاف فضائي اذن اهتم العلماء باكتشاف الفضائي استخرج من النص مرادف الكلمتين التاليتين منتشرة منتشرة سائدة مرادف كلمة منتشرة سائدة الابهام مرادف كلمة الابهام الابهام الغموض الغموض مرادف كلمة الابهام الغموض الشيء الغامض ابحث في النص عن كلمة نوضي دها لدينا يؤكد استطاع العلماء ان يؤكدوا وينفو يؤكدوا وينفو يؤكدوا يؤكدوا ينفو ينفو منتقل الإجابة على أسئلة الصرف والتحويل السؤال الأول في الصرف والتحويل أصوغ اسم الفاعل والمفعول من الأفعال الآتية لدي أقامة أقامة فعل فعل غير ثلاثي دائما الفعل غير ثلاثي نحول إلى المضارع ونبدأ الحرف المضارع من مضمومة وكسر ما قبل الآخر إذن أقامة مقيم اسم الفعول مقام ضم أوله وفتح ما قبل آخره وهب واهب على وزن فاعل فعل ثلاثي واهب موهوب داع داع مدعو اسم المفعول ترقب يترقب نبدأ الحرف المضارع من مضمومة وكسر ما قبل الآخر اسم الفاعل مترقب مترقب اسم المفعول مترقب أصنف أسماء الفاعل المفعول الأتي في الجدو التالي اسم الفاعل من الفعل الثلاثي اسم الفاعل من الفعل الغير الثلاثي اسم المفعول من الفعل الثلاثي واسم المفعول من الفعل الثلاثي مراقب مشاهد دافئ مقصوص راجع مسموع مدافع معالج إذن مراقب الفعل هو راقب إذن فهو اسم الفاعل من الفاعل غير ثلاثي مرى قيب مشاهد أو مشاهد هنا مشاهد لديه فتحة هنا مشاهد اسم المفعول من غير الثلاثي شاهد مشاهد إذن من غير الثلاثي دافئ دافئ فعل اسم الفاعل من الفعل الثلاثي دافئ مقصوص على وزن مفعول قصة إذن اسم الفاعل من الفعل الثلاثي قصة راجع فعل راجع راجع إذن اسم الفاعل من الفعل الثلاثي مستو مسموع على وزن مفعول إذن من الفعل الثلاثي send figures من الفعل الثلاثي سمع مسموعvious مدافع 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 على وزن مفاعل معالج معالج إذن عندي هنا معالج عالج فعل غير تلاتي معالج ضم أول فتح قبل آخر إذن اسم نفعول معالج استخرج من النص الموالي اسم الفاعل والمفعول نقرأ النص ديونة دخل مغامر بزورقه إلى البحر في عملية صيد محفوفة بالمخاطر بعدما كانت الأمواج عاتية معتقدا أنه صياد ماهر لكن الأمواج كانت أقوى منه وعاد مسرعا منهوك القوة مبللة مغامر على وزن مفاعل إذن اسم فاعل مغامر ضم أولية وكسر ما قبل آخر مغامر محفوفة إذن اسم مفعول حفة من فعل حفة محفوفة عاتية اسم فاعل عاتية معتقدا معتقدا إذن هذه ليست اسم فاعل أنه صياد ماهر على وزن فاعل ماهر على وزن فاعل اسم فاعل لكن الأمواج كانت أقوى منه عاد مسرعا مسرعا مفعلا إذن مسرعا اسم مفعول فاعل مسرعا منهوك منهوك اسم مفعول أوزن مفعول منهوك القوة مبللة مفاعلة إذن أوزن اسم مفعول مغايل ماهر مسرعا اسم مفعول محفوفة منهوك ومبللة أميز بين الفعال المبنية المجهولة والفعال المبنية المعلومة والفعال المبنية المجهول وضع على مفخة المناسبة الجملة الأولى فتح باب مدرساتي إذن فتح كيف هو هذا الفعل فعل مبنية للمجهول مبنية للمجهولة فتح 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 غادر المسافر المحطة غادر فعل مبنية المعلوم فعل فاعل مفعول به إذن فعل مبنية للمعلوم لكل فعل مبنية المعلوم فاعل هنا أحول أفعال الماضية التالية أفعال الماضية التالية من المبنية للمعلوم إلى المبنية المجهول إذن أفعال الماضية عندي هنا يأخذ يأخذ ليس فعل الماضية يأخذ فعل المضارع إذن سأحوله إلى المضارع إلى الماضي أفعون أخذ أخذ نبنيه إلى المجهول أخذ ضمن أوليه هو كسر ما قبل آخره أخذ راقب فعل في الماضي رقب رقب باع بيع يقول في المضارع نحوله إلى الماضي قال نبنيه إلى المجهول للمجهول قيل أخذ أخذ راقب رقب باع بيع قال قيل استخرج من الجمال النات والمنعوط وإدرجهم في الجدول إذن الجمال ضل الفلاح المجد متنسكا بأرضه رأيتم مثلا مشهورا يتجول في الشارع ينام في غرفة مكيفة إذن بالنسبة للجمال الأولى ضل الفلاح المجد إذن الفلاح هو المنعوط المنعوط هو الفلاح النات المجد لاحظوا ما هي ما هي حركة الإعراب هي الرفع الرفع رأيت ممثلا مشهورا يتجول في الشارع إذن ممثلا النات والممثل ممثلا مشهورا وأنات إذن ما هي حركة الإعراب حركة الإعراب هي النصب حركة الإعراب النصب ينام في غرفة مكيفة إذن المنعوط هي الغرفة غرفة مكيفة إذن حركة الإعراب هي الجر إذن الفلاح المنعوط المجد النات حركة الإعراب الرفع ممثلا مشهورا المنعوط مشهورا النات النصب حركة الإعراب بالنسبة لغرفة مكيفة غرفة هي المنعوط مكيفة هي النات الجر حركة الإعراب أرجع أكمل جبنتين الآتيتين بنات مناسب أدرسه في غرفة في قاعة واسعة أو نظيفة اقتربت العطلة الصيفية كما تتعرف النعط يتبع منعته في حركة إعراب العطلة الصيفية أو العطلة الربيعية أعين التوكيد أعين في الجملتين التاليتين التوكيد وأبين نوعه هل هو لفظي أو معناوي لدي الجمل الأولى قرأت قصة شيقة شيقة إذن أين هو التوكيد التوكيد هو شيقة شيقة كيف هو هذا التوكيد هذا توكيد لفظي لفظي سألت الأستاذ نفسه إذن توكيد نفسه نفسه كيف هو هذا التوكيد معناوي معناوي إذن شيقة توكيد لفظي قرأت قصة شيقة شيقة توكيد لفظي سألت الأستاذ نفسه نفسه توكيد معناوي أقوم الجملتين الأتياتين بتوكيد لفظي أو معناوي هذا الزوار من الفضاء سالمين سالمين نطلبنا توكيد لفظي إذن سالمين سالمين فازتي فازتي السباحة بالسباق نقول فازتي السباحة نفسها بالسباقي لأن نطلب توكيد معناوي إذن فازتي السباحة نفسها أو عينها بالسباقي أضعوا الجملة التالية في ترسيم الفضاء الخارجي غامض غامض الفضاء لاحظوا معي الجملة الجملة أولا إسمية إذن الفضاء جملة إسمية تبتدئ بمبتدأ الفضاء مبتدأ الخارجي نعت غامض توكيد أفوان أعتدر غامض خبر غامض غير خبر بالنسبة الغامض الثانية هي توكيد توكيد لفضي أعيد الفضاء مبتدأ الخارجي نعت غامض خبر وغامض هو التوكيد التوكيد اللفضي منتقلي الإملاء هنا للأسف المكتبة يعني مخرج ليل الورقة دين الإملاء واخذ تمكن تمكن فض الورقة بالخط دي اللي يدي ناخد واحد ستيل مغاير أكمل مل آ أكمل الجمل بكلمات يخالف نطقها رسمع الكلمات التي يخالف نطقها رسمع يعني النطق ليس مثل رسمها مثلا الأطباء رائعون نقول هؤلاء هؤلاء وكما تلاحظ ف نطقها نقول هؤلاء وليس هناك ألف هؤلاء الأطباء رائعون الرجل منفز بالمسابقة نقول نستطع نقول هذا هذا لاحظوا هذا وليس هناك ألف أو ذاك ذلك عفوا ذلك الرجل منفز بمسابقة أيضا ذلك بدون الألف هذا الرجل منفز بالمسابقة ذلك الرجل منفز بالمسابقة نجح هؤلاء التلاميذ هؤلاء تلاميذ الزبور لسيدنا الزبور على من أنزل لسيدنا داوود داوود نلاحظوا معي وهو واحد داوود رغم أن المد أنطقه بفم ولكن لا أكتبه الزبور لسيدنا داوود ونوين الأسماء المقصورة والمنقوصة والممدودة نقوم بتنوينها نحول هذه الجملة إذن حمل راع عصن وتزود بغداء عندما نريد أن نوينها نزيل الألف واللان بغداء وماء وقاد قطيعه نحو مرعا إذن حمل الراع العصن وتزود بالغداء والماء وقاد قطيعه نحو المرعا إذن حمل راع عصن وتزود بعذاء وماء وقاد قطيعه نحو مرعا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أدرب لكم موعدا في فيديو قادم مع السلامة اشتركوا فيديو قطعه اشتركوا فيديو قطعه